شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للفضاء توقيع اتفاقية بين وكالة الامارات للفضاء وشركة ميتسو بيشي للصناعات الثقيلة لتوفير خدمات الاطلاق باستخدام الصاروخ الحامل اتش ثري عام الفين وثمانية وعشرين للمركبة المستكشف محمد بن راشد لمهمة الامارات لاستكشاف حزام الكويكبات احد اضخم المشارع الوطنية الاماراتية في مجال الفضاء كما استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد المكتوم الدكتور هيروشي ياماكاوا رئيس وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا ووفدا من الوكالة حيث عرب الدكتور هيروشي ياماكاوا عن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتحقيق اهداف خريطة استكشاف الفضاء الدولية ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة في الانشطة الفضائية وعبر عن ثقته بمواصلة العمل سويا لتعزيز هذه الشراكة في مجال الفضاء